موسيقى إننا نعيقاد هذا الاجتماع الوزاري في إطار الدولة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وغينيا بيساو يشهد على رسوخ بحلاقة متميزة والروابط الحريقة التي تجمع بلدين وأود هنا التعبير عن تقديرنا العالي للدور الذي تلعبه غينيا بيساو في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو وجهودها الحديثة كفاعل لا غناءنا في التصدي لكافة مظاهر التطرب والإرهاب في المنطقة كما أغتني ابن عقاد الدورة الثالثة للجنة المشتركة على أرض هذه المدينة العزيزة للتعبير مجددا عن خالص تقديرنا وامتناننا لكم معالي الوزير وأخي كارلوس بينتو بيريرا على الموقف الثابت والمتبصر لجمهورية غينيا بيساو لصالح الوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعمها الدائم لسيادة المغرب على صحرائي حضرات السيدات والسادة في إطار التضام الذي يطبع علاقاتها مع جمهورية غينيا بيساو فإن المملكة المغربية تعبر عن استعدادها المستمر لإرساء وتفعيل أليات جديدة لتبادل وتشارك الخبرات في المجال العلمي والتقني إضافة إلى التبادل الثقافي والجامعي معها على الشاكلة باقي الدول الإفريقية الشقيقة وللتذكير فلقد عرف التبادل في هذه المجالات تطورا ملحوظا مما مكن عددا من الطلبة والأطر من غينيا بيساو من الاستفادة من منح دراسية ومقاعد تربوية ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي العمومية في المملكة المغربية في هذا الصدر اليوم سنواقع على الكثير من التفاقات ومعادة المدكات التفاهم التي ستسمح لنا بتغضية تجل القطاعات التي تهمها الحلقات التفاهمية وبطبيعة الآن سيكون لدينا إطار قانوني وترجمات جزيزة ومقاعد تستطيع ومساونا متوكسل ومساونا مجرد ومساونا متوكسل ومساونا نقول كون من التفاهم والمغرب حالي نسأل بيساو مجرد ومساونا نتماعج ومساونا نعط们 أعطم معه ومساونا نعطم في كل القطاعات, نسخة المغرب في المجالات التي يجعب تلك الملزمات المغربية فيها الزناعات الغذائية وأيضاً السياحة والصيد المعاري هذا المشاريع سنستفيد من تشربة المغرب الواسعة ويكون هناك تحويل التكنولوجيات والثبرات التي ستفيدنا كثيراً وحتى على مستوى الاتحاد الفريق سنحاول أن نبني مستقبل الزائر وأيضاً يكون في العمل المشترك نشكركم مشدداً معاني الوزير على كل هذا الدعم لبلدي أمورية غنبيساو وإسحولي مرة أخرى أن أؤكد لكم بأن غنبيساو ستكون دائماً بجانب المغرب وكانت المملكة المغربية بقيادة المغفور لاجراء الملك الحسن الثاني صدق إلى دعم استقلال البلدان الخاضعة للسلمار البرتغالي ومنها غنبيساو وكان حضور أميلكار كابرال في ذلك الاجتماع نقطة تحول مهمة في صراع تلك الدول من أجل الحصول على استقلالها إذن فعلاقاتنا مش هي وليدة اليوم بل علاقات قديمة وتضامن مشي ببداليوم ولكن كان حاضر منذ كفاح جمهورية غنبيساو من أجل استقلالها 8 سنين من آخر دورة ثانياً لأنها كانت معاقد في هذه المدينة مدينة العيون واللي عندها واحدة رمزية خاصة باعتبارها كجسد المواقف الثابتة لغنبيساو من الوحدة الترابية المغرب وإذا كان هذه السنوات الآخرة بفضل تفعل لإعطاها جراء الملك لديبلوماسيا المغربية في مجال دفاع الوحدة الترابية هذه الفترة شهدات اعترافات كثيراً من الدول بسيادة المغرب على الأقالية الجنوبية فهذه الاعترافات تتم بأشكال مختلفة سواء من خلال التصريحات سواء من خلال القنصوليات أو سواء من خلال عقد اجتماعات مؤسساتية كاللجنة المشتركة والسيارة الرسمية في الأقالية الجنوبية نحن يصبحون نعبر عن رضانا على هذا المقام الطيب في العيون والدخلة وأيضاً قمنا ذلك بشكل وقمنا نود أن نعرب عن دعمنا للموقف المغربي فيما يخص الصحراء بشكل كام وكامل وتام كجزء لا يتجزى وأيضاً كحل تدرسوه الأمم المتحدة وهو الإطار الوحيد والفريد من أجل الوصول إلى حل منصف في هذا الصدد يفوتني التعبير عن رضانا حيالا ما لاحظناه بأم أعيوننا إذن هناك الكثير من اتفاقات التي وقعنا عليها وهذا يترجم الدعم المغرب لغيليا بيسا وأيضاً هذه الاتفاقيات هي ترتسي على منطق رابح رابح ولكن في واقع الأمر هو هذه الاتفاقيات عبرها المغرب سيعطينا الخبرة والتجربة لغيليا بيساو ونعلم جميعاً بأن من هذا المنظور المغرب أحرز تقدماً ملحوظاً وهو أكثر تقدماً علاقة بغيليا بيساو إذن سنربح أكثر من هذه الخبرة ومن هذا الكعب العالي